استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وفدا أمنيا من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة سون ماولي نائب وزير الأمن العام الصيني اللقاء استعرض أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأسليب تعزيزه بالإضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك حيث أشار وزير الداخلية إلى حرصه الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز أليات التنصيق الأمني الثنائي وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني انطلاقا من إيمانه الكامل بأهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها ومن جانبه أشاد رئيس الوفد الأمني الصيني بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في شتى المجالات من العمل الأمني والتي كان لها بالغ الأثر في تدعيم الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي معربا عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وتبادل المعلومات وخبرات التدريبية بين الجانبين في مختلف المجالات من العمل الأمني